السلسة بسميها رسالة تعليم تفضل والتعليم ده مهم جدا في كلمة الله طبعا لما أصحى 2 آية 11 يقول له هكذا قال رب الجنود مش حجي بردو اسأل الكهنة عن الشريعة يبقى رسالة تعليم ولا مش تعليم طبعا يعني ما جبتش من عندي أنا لا لا اسأل الكهنة عن الشريعة قائلا إذا حمل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما ما فهل يتقدس الحاجات دي تتقدس الكهنة قال له لا واحد حتة لحمة مقدسة في طرف ثوبه ومس بيها شرط حاجات هل هذه الأشياء تتقدس الكهنة قال له لا قال له لا طبعا لو كان واحد منجس بميت أيوة فإن كان المنجس بميت يمس شائع من هذه فهل يتنجس فأجاب الكهنة وقاله يتنجس الله يعني لحمة مقدسة مست حاجات حاجات دي لا تتقدس واحد منجس بميت مست حاجات دي لأنه اللي بيلمس ميت منجس إلى آخر النهار لا ولو مست طبيخ أو لحمة أو زيت أو أو كله بيتنجس كله بتنجس مع أنه لحمة مقدسة مست الحاجات دي الحاجات دي لا تتقدس هذه دي رسالة التعليم إيه اللي عاوزة توصلنا إياته هذا واحد عنده لحمة مقدسة في طرف ثوبه مثلا أمين جدا في عشوره حلوة لوحش حلوة حلوة هل معنى كده أن جوانب حياته كلها مقدسة ومكرسة للرب الإجابة لا طب هي منجسة في الحقيقة لا الله مش هي مقدسة ولا هي منجسة أمال إيه إنها نيوترال إنها متعادلة فأنا معاي بيت أو مش بعمل في خطية لكن عمري ما كرست بيتي ده للرب أستقبل بيه خدام الرب مثلا أو من خلال بيتي يزاع الإنجيل يبقى بيتي مش مقدس ومش منجس أنا عندي عيادة شغال بأمانة فها مش منجسة بس عمري ما حطيت على قلبي من خلال عيادة أوزع الإنجيل وبشر المسيحي بعيادتي متعادلة لا هي مقدسة ولا هي منجسة أنا مدرس أنا تاجر أنا أي حاجة أمين في شغلي بس مش بستخدم الشغلي ده عشان يكون مقدس ومكرس للرب ومن خلاله يزاع الإنجيل شكرا فالنتيجة أخ باسم النتيجة إيش يعني القداسي النتيجة إنه اللحمة مقدسة بس هذه الأشياء متعادلة في حياتي لا هي مقدسة ولا هي منجسة طب العاكس منجس بما يتعمل له عاملة يا رب وفق لي على الخطية دي واللي أنت عايزه في حياته أعمله لا طب الأول عن الخطية لأن عن طريق الخطية اللي أنا متمسك بيها كل جوانب حياتي سوف تتنجس فقاية 18 قال لهم أنتوا طبتوا من هذا اليوم أبارك يبقى الرسالة اللي التعليم اللي هعطها كده في مربع القداسة أولا ثم البركة ومش معنى أنك أنت مقدس في جانب حياتك أنك أنت تطمئن باقي حياتك مقدسة لا باقي حياتك تحتاج تتقدس طبتوا من هذا اليوم أبارك رسالة التعليم بتقول القداسة أولا التوبة أولا ثم البركة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر